بسم الله احمد الاحياء أخواتي بسم الله سكنوا على خير و بخير اليوم سنكمل الدرس لنضع البانو لذلك كنا بدينا نوبل في السبب لذلك كنا نقوم بتخيله الجنب تسوب دينا لذلك يكون فيه السنسلة لذلك كنا نضع البانو ونضع في الدرس لنضع البانو وبعد ذلك نضع الطريقة الخياطة للبلغة هذه اللقودة لذلك كنا نضع في المرحل كما نضع بدون الحزام وهذا فهنا نضع الحزام كما نضع هدو فهنا نضع البانو الأولاني هذا هو البانو الأول فهنا نضع الحزام ونضع القياس لديها 22 سنتيمة لديها 22 سنتيمة لا نخيطها لديها خياطة بما أننا نقوم لديها 1 سنتيمة سنخيطها 3 سنتيمة لكي نترك لديها لديها ثم نركبها سمطة إذا ما نقوم نزل من حزام 22 سنتيمة هذا 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 جن جب جب نقوم 22 سنتيمة نقوم هنا خياطة لديها لديها 1 سنتيمة لكي نجد خياطة سنجد 1 سنتيمة لديها 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 ونزيد 2 سنتيمة لديها لديها خياطة لديها 3 سنتيمة لديها هذا سنتيمة لكي يسهل الخياطة لديها لديها من خيط 3 سنتيمة لديها من هنا نقوم هنا 1 سنتيمة نقوم 2 سنتيمة هنا لديها أجد 2 سنتيمة من هنا كيف أقول دخل 2 سنتيمة اضغط وضع 2 سنتيمة ونحسى 2 سنتيمة من هنا نقوم نحن نحن كلها نجد خيط جلائل كيف أنظر خياطة السنسلة نقوم بت وصلنا الغجيب أبانو ان شاء الله سوف نريكم بخفزتها حيث تكون هذه المخفزة و بخفزتها شوائره سوف يكون سهو. فبالك نحن نقوم بخفزتها كالبقاب والخياطة وهو جدا سوف نضيف مدى وعندما تشوفوا سوف نضيف مدى وعندما تجد الفناتي سهلة وعندما تجد سهلة من أجل سنتيمة لكي لا يزهق سوف نكمل الثراث هنا حيث البرابندوتو ترمينا الوزكم الطريقة ننخيط هات السنسلة انكم فشكين خيطوا السنطة بإذن الله وقواته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته